واحدة بتقول مساء الخير أنا نفسي تناقش موضوع زواج دولي احتاجات الخاصة وتحمل المسئولية سواء زواج دولي احتاجات الخاصة من بعضهم أو زواجهم من أصحاء وأي مدى علاقة ده بتحمل المسئولية يعني أنا نظري ضعيف من ضعاف البصر ولكن أنا شخصيتي حلوة وبشتغل وبحضر ماجستير وبقدر أخذ قرارات برافو عليكي طبعا لكن هل كل ده ملوش لازمة لمجرد أني نظري ضعيف هل أنا نظري ضعيف معناه أني مقدرش أتحمل المسئولية حتى لو بقدر وبعرف أعمل حاجات كتير أنا الحقيقة خايفة أرتبط بسبب الموضوع ده إيه رأيين يا فتك؟ شكرا جزيلا احنا لما بنتكلم عن ذاو القدرات الخاصة بنصنفهم هل الأعاقة جسدية؟ يعني فيه في أحد الحركية يعني فيه في أحد الأطراف الرجل الإيد فيه مشكلة أولا لأ بنتكلم عن إعاقة بصرية بسبب البصر سواء هما ما بيشوفوش خالص أو بيشوفوا بنسبة قليلة خالص هل الإعاقة سمعية وبالتالي النطق يعني اللي بيسمع ولا بيتكلم كل دول اللي أنا بتكلم عنهم دول جوازهم سهل جدا وعلى فكرة اللي بيحصل لما بتبقى الكنيسة بتعمل اجتماعات لولادنا دول وفيه متخصصين بيتعاملوا معهم وبيخدموهم فهما بتلقائية شريدة بيرتبطوا من بعض وبيتجوزوا وإلى حد كبير جدا زيجات بتبقى ناجحة ولكن بيحتاج الأمر في أن الكنيسة المسؤولة عن الولاد دول تهتم بيهم في السنوات الأولى من الزواج لأن بلا شك حيبقى في بعض القصور في التعامل في بعض المشاكل زيادة شوية عن الوضع الطبيعي إنما اللي بيجتزها بيعيش في سلامه وبيعيش في فرحانه وبيكمل حياته وبينجحه وبيجيب ولاده أو الأخرى طالما أنه النحية الجسدية مفاش مشكلة من جهة اتمام العلاقة الزوجية أو من جهة الإنجاب يعني طالما ده موجود الدنيا بتمشي سهل طالما أن الأعاقة دي مش مرتبطة ببعد نفسي تاني يعني عندهم مشاكل نفسية نتيجة الأعاقة فتؤدي إلى متاعب ما بعد الزوج هنا بقى نيجي على الأعاقة الذهنية اللي هم زي الداون سيندروم زوجهم في مخاطر كبيرة وصعب جدا أنه نشجع على جوازهم لأنه هو إدراكه إدراك طفولي هيتحمل مسؤولية ازاي إنما هنا الحقيقة لازم الكنيسة تهتم بهذه الفئة الفئة دي بتاع الداون سيندروم يعني عندنا مشكلة فيها إنه بيبقى بيقدرش اهتمد على نفسه بيبقى اعتماده على الغير في كل في أغلب الحاجات وأحيانا الأهالي ما بيتعاملوش معاه في السن المبكر إنه إزاي ينموا قدراته أما أقول ينموا قدراته الزهنية ينموا قدراته الحسية وما أقول حسية ينموا قدرات البصر يعني إزاي الآن تقدر تمسح الحتة دي بتبصي الفوق والتحت أو أفقيا كل دي لها تدريب معينة إزاي ينموا قدرات السمع وتنمية السمع إزاي ينموا قدراته الحرفية يعرف يعمل حاجة إزاي ينموا قدراته في اعتماده على نفسه في كثير من الأمور الأهالي ما تدربوه صح عشان يتعاملوا مع ابنهم صح وبالتالي ابنهم ده بيخرج للمجتمع وفي سنة 18-20 هو تربى غلط من بدايته عشان كده الكنيسة محتاجة تتعامل من خلال الآتي نمرت واحد الاكتشاف المبكر جدا لهذه الحالات من خلال افتقاد الأباء الكهنة للبيوت عشان يقدروا يتعاملوا معهم بسرعة فيبدأ يتعامل مع الطفل في سنة مبكر يجبوه في مناطق لتنمية قدراته ويتعاملوا مع الأهل لتنمية قدراتهم في تعاملهم مع ابنهم هنا بنخش في مشكلة كبيرة ما بعد وهي الأهل بيشتكوا سواء لأن ابنهم تربى غلط أو تربى صح كبر وحتى لو تربى صح بيعتمد على الغير في أغلب احتياجاته طب الأم كبرت تقول لي أنا لو رحت السماء مين حيرعى الولد ده؟ تقول لي أنا؟ أخته والأمرات أخوه صعب جدا فهنا أصبح على الكنيسة التزام كبير جدا جدا أن هي تبدأ تجهز أماكن إقامة للولاد دول ممكن البيت يشمل ولاده بنات إنما في فصل الولاد عن البنات في أماكن يعني إقامة ورعاية زي البيوت الخاصة بالمغتربات يعني الحقيقة أنت عارفة أنا شخصيا الموضوع ده شديني جدا على المستوى الشخصي لدرجة أن أنا سفرت بره والأكتر إيطاليا وزورت أماكن كتيرة قوي وعايز أقولك ذاكرت مش مجرد شفت وسجلت التفاصيل الدقيقة جدا جدا وأشكر ربنا أنه ربنا في النهاية أرشدنا أن احنا ناخد آخر ما وصل إليه الغرب في التعامل مع هذه الفئة والنهاردة إيه؟ سبت يوم للتين بنبدأ في حفر الأساس بتاع مشروع كبير أوي هايل للعمل في أربع اتجاهات الاتجاه الأول الطفولة من 24 ل18 رعاية يومية لتنمية كل القدرات اللي أنا كلمت عنها دي بيجي الصبح بعربية بتجيبه وترجعه بعد الظهر الفئة التانية لأن النظام العالمي لا يسمح بفصل الطفل بتعدون عن أسرته لأنه هو لحد سنة 18 بسرف كطفل محتاج عطفة أم لو فصلته عن الأم ينهار نفسيا فيبقى بدأ أنك هنتعامل بالتردد اليوم اللي قال من 18 اللي فوق 18 دول حيقيموا في المكان إقامة كاملة يمرسوا عمل شفنا إيه الأنشطة المتعددة طبعا الفئة التالتة هي الأهالي حيجوا مرة في الأسبوع مع ابنهم عشان ترمية قدرات الأهالي في تعامل مع الطفل الفئة الرابعة إن شاء الله حيبقى عندنا معهد متخصص لتعليم الخدام لأي حتة في الكنيس علشان نجهزهم للخدمة إحنا نرضى عشان نوصل لده بنبدأ منشأ رائع هاي مساحة واسعة ملاعب صوبة زراعية وحاجات كده كتير من الأنشطة اللي ممكن يشغل فيها الولد هيبقى للإقامة زائد الحالات اللي برعاليها دي بندرب مع جهة هنا في القاهرة ولدنا الحصينة المؤهلات تشغلهم في ده لمدة سنتين بتدربوا ياخدوا جزء من مرتبهم أثناء التدريب لمدة سنتين بعدنا ناس القيادات هتقعد في إيطاليا سنة كاملة علشان تتعايش مع الإسلوب الراقي في التعامل مع هذه الفئة إن شاء الله يعني نخلص المباني في السنتين ويكونوا تدربوا في السنتين ويبدأ نبدأ من حيث انتهى الآخرين وبنعمة المسيح إلهنا الخدمة دي بيكملها ستقدم مجانا لكل الفئات المقيم والتردد والأهل والمتدرب إن شاء الله يبقى مشروع وعايز أقول إن احنا حنيعمل كمان تسهيلات لأي مشروع يتعامل في أي حتة نساعده فيه المشروع ده بالكامل في طنطة في قرية من كرة طنطة قرية تحت رعاية وإشراف نيفتك أترانية هيبقى على حوالي 6300 متر مسطح ده مساحة كبيرة جدا عشان فيه ملاعب مفتوحة فيه صعب زراعية يبدأ يزرع نباتات زينة ويرويها بنفسه وشوفها بتجبر قدامه إزاي بإسطوب حديث للزراعة طبعا فيه غرف للموسيقى فيه غرف للرسم فيه أعمال كرتون فيه 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 كل الأنشطة اللي يقدر يمارسها زائد التعليمي زائد مثلا فيه معمل كبير أو حجرة كبيرة بتوع منتسوري لتنمية القدرات فيه قاعة كبيرة لتنمية الحس سواء بصري أو سامعي أو أو يعني إحنا بنعمة ربنا هنعمل حاجة من حيث انتهى الآخر نيفتك سيدنا دايما سابق بخطوات ربنا لدينا الفكرة أنا بشكر اللي زرع فيها الفكرة أم بتشتكيدي مين حيرع ابني أخته ولا مرات أخوه دي تحرك مشاعري نفسي كمان يكون المشروع ده مش بس على مستوى إباراشيات طنطة لكن على مستوى كل الإباراشيات لأنه عندنا حالات كتيرة قوي من النوع دايس هايزا أقول لحد ديك أنا سميته فلك الفلك وحيبقى إن شاء الله فيه فلك واحد وفلك اتنين وفلك تلاتة بحيث نشجع غيرنا أن يعمل مشروعات زي كده ياريت ياريت ده موضوع مهم ومشكلة بتواجه أسر كتير ما بيوش عارفين يعملوا إيه ولأنه الكنيسة دايما بتشيل مع الأسرة في كل مشاكلها فدي كانت مهمة كبيرة على أسرة أنها تشيلها الوحدة طبعا ما سجل الكنيسة سؤال على حتة الإعاقة خلتني يعني أصلت الدوع على الموضوع ففعلا موضوع مهم إنما أرجع تاني للزواج الزواج متاح لكل فئات الإعاقة وممكن الكنيسة بعلها دور من خلال الاجتماعات اللي بتجمع فيها الولاد دول مع بعض وهم طبيعي بيرتبطوا ببعض وإلى حد كبير جدا بيبقى زواج ناجح بس يبقى محتاج رعاية خاصة من الكنيسة سنتين في الأولى أو ثلاث سنة ترجمة نانسي قنقر